موسيقى دشن وزير الطاقة مصطفى قيطوني بمعية السلطات الولائية الفرن الجديد لأول شركة من نوعها في إفريقيا والعالم العربي متخصصة في صناعة كل أنواع قطع الغيار وتركيبها في المصانع وهي شركة صيانة التجهيزات الصناعية بمنطقة ذراع الحاجة بالمسيلة والمتخصصة أيضاً وبدرجة أولى في صناعة التوربينات والمروحات الغازية بمواد محلية وبتكنولوجيا عالية والتي كانت تستورد في الماضي بالعملة الصعبة من دول أجنبية هذا وقد تم توقيع عقد عمل لمدة خمس سنوات بحضور وزير الطاقة والسلطات الولائية بين المدير العام للشركة والمؤسسة الوطنية سونالغاز أكثر من 2300 عامل توظفهم هذه الشركة وبرأس مال فاق 450 مليار سنتيم وبتكنولوجيا حديثة لدعم سوق قطع الغيار كلها بداية جيدة لتوجه نحو بناء الاقتصاد الوطني بالصناعة المحلية ترجمة نانسي قنقر